اشتركوا في القناة اعلان وهو رسول واعلان قبل ان ينزل ثلاث اعلانات موجزات في سورة مريم نشوف فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية قال هاي اول اعلان قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا هذا لما تيجي تدرسها الان مش وقته واضح انه فيها ردود على كل المزاعم المزاعم اللي رح تأتي من انه فيما بعد يكون يزعم انه اله او ابن ال اله والتفاصيل هاي كلها هذا الاعلان ممكن لا وحده يدرس لا وحده وكيف لاحظوا اول اول كلام ايش اني عبد الله مشيك هذي رد على ايش رد على ايش اللي قال له انا عبد لا الله هذي اول كلام عيسى عليه السلام اللي بينطك هو بما اعطاه روح القدس القدرة قلنا روح القدس واضح طيب هذا اول اعلان طب الاعلان الثاني الان بد اقرأ لكم ايات واتلاحظوا لي في ايش غريب ايش غريب ذلك عيسى بن مريم سؤال انا اللي بتحدث الان خلق الله ذلك عيسى بن مريم قول الحق قولة وقولها فكرة تقرأ قرأتين قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم انه اللي بحكي طب انت لاحظوه كيف العجيبة كمان مرة الان لاحظوا الله سبحانه تعالى يتكلم ذلك عيسى بن مريم هاي قسطه بعد قسطه بعد قسطه انتعت القصة ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم هذا الاعلان الثاني بس وين تكان هذا الاعلان بالكم خليني شوية خليني شوية اقرأ الايات وانزع شوية ذلك عيسى بن مريم اني عبدالله اتني الكتاب واجعلني نبي واجعلني مبارك اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جمبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا وان الله ربي وربكم فاعبدو هذا صراط مستقيم رب ليش اجدت القطعة هاي رحظة وان الله ربي وربكم فاعبدو هذا صراط مستقيم تمام طب ليش اجدت ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون اجد قطعة كأنها بعدين بعدين ارجعنا لا اعلانه لانه هذا الاعلان ما كان شو هو صغير صغير ما كان شو هو في المهد هذا الاعلان لما اصبح رسول فجت القطعة هاي ذلك عيسى بن مريم بعدين اعطانا الاعلان الثاني لما اصبح رسول دليلنا دليلنا انه هذا الاعلان لما اصبح رسول عشان هيك جت القطعة على فكرة حتى لا يكون الكلام متصل وانظن انه استمرار في كلام الطفل في المهد لا هذا الاعلان لما اذا كان فيه في البداية اصلا اعلن اني عبد الله وبعدين هون في الاعلان لما اصبح رسول لاحظوا معي شو قال وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم هذا ورد في القرآن لاحظوا ثلاث مرات الكلام ثلاث مرات في سورة العمران في سورة مريم في سورة الزخرف الزخرف بس بس فيش غيرهم الآن بدنا نثبت انه اللي في سورة مريم اللي قرأناها الآن هذا اعلان المسيح عليه السلام في مرحلة الرسالة مش هو طفل وذلك اجت القطعة هاي ذلك عيسى ابن مريم ورجع لموضوع الاعلان الثاني نشوف لاحظوا الآن في سورة مريم لاحظوا في سورة مريم اه ان الله ربي من اللي بتكلم عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام شو قبلها بقول فاتقوا الله واطيعون ان الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم هذا وين في سورة مريم اهل عمران لما اجل شو قال فاتقوا الله واطيعون ان الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم في سورة الزخرف بجيبش الايات من اولها فاتقوا في الزخرف الآن من اللي بتكلم المسيح هو رسول في اهل عمران كان رسول وفي سورة الزخرف رسول شو بقول فاتقوا الله واطيعون ان الله هو بس هون في هو ان الله هو ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم واللي في سورة مريم وان الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم طالما انه الثنتين هناك في سورة العمران وفيش غيرهم هذول الثلاث في القرآن كله اللي في آل عمران المسيح وهو رسول يقولها وفي الزخرف المسيح وهو رسول يقولها وهون معناته هذه الاعلان الثاني اللي قالوا وهو ايش رسول ولاحظوا ولاحظوا كمان الشي اللي لا فتل الانتباه انه شو بيجي بعدها مباشرة في سورة مريم فاختلف الأحزاب ومن بينهم فويل للذين التعقيب على ايتين اذا معناته اللي في الزخرف هي اللي في مريم واللي في آل عمران هي اللي في مريم بآية لحظة وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم أيها رسول وجئتكم بآية من ربكم أيها رسول هذا الاعلان ايش الثاني اما هو القرآن يتميز في هذا الاسلوب الآن بدنا نخوض في هذه المسألة خلينا في الاعلان الثالث اما طبعا يتميز القرآن وكثير في القرآن مثل هذا الكلام لاحظوا الآن الاعلان الثالث ورح تجدوا انه عجيب عجيب فعلا كيف تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا من اللي يتكلم هذا في سورة مريم كمان تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا من اللي يتكلم نورث تلك الجنة التي نورث من اللي يورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا من الذي يتكلم ما تلاحظوا نقلة عجيبة لحظة تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا انتهت الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك النسي من الذي يتكلم وذاك احتاروا المفسرين من الذي يتكلم احتاروا من الذي يتكلم هو الحقيقة أولا هذا هو الإعلان الثالث إذن أعلنوا وهو في المهد وأعلنوا وهو رسول وبيعلن قبل النزول قبل النزول ومش بدو ينزل هون مش بدو ينزل لأن هذول أجين وين في سورة ماريا وبالطريقة وإذا بتلاحظوا الثانية والثالثة مش بقهوا بعض في قضية تي في الانتقال في الكلام مشيك وما نتنزل إلا بأمر ربك الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح البخاري يبدو كان يشتق لجبريل عليه السلام ولا كيف بدوش يشتق لجبريل على فكرة لما جبريل عليه السلام بدو يأتي بالوحي لما روح الكدس بدو يكلمه كيف ما يشتقش كيف ما يشتقش فكان يشتق لجبريل فكما ورد في صحيح البخاري يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل ألا تزورنا يعني كما كنت تزورنا قال فنزلت الآية الآية وما نتنزل ولذلك المفسرين قالوا أنه هذا معناته اللي يتكلم جبريل وما نتنزل اللي يتكلم جبريل هذا بسموها سبب النزول سبب النزول أنه رسول صلى الله عليه وسلم بيخاطب جبريل مشتاق له أنا ما جبتش الحديث بنصه إذا بنا نجيب نصه بالضبط يقول ألا تزورنا أكثر مما تزورنا هذه العبارة ألا تزورنا أكثر مما تزورنا يعني إذا كان كان يجي إذا كان يجي مثلا نفرد كل شهر أو كل كذا الرسول كأنه صلى الله عليه وسلم بده أكثر أكثر استعجل الوحي أكثر فنزلت الهيك في صحيح البخاري فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا طب مع أني هون أنا عم بقول أنه هذا الإعلان الثالث للمسيح لأنه ضمن السياقات بيشبه تماما هون جيد في تنتباه لمسألة أنه لما رسول صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل ألا تزورنا أكثر مما ها هون فلما نزلت هذه الآية وضعت في أي سياق بأمر جبريل عليه السلام بأي سياق وضعت في السياق اللي له علاقة بقصة مريم طيب هذا السياق اللي بيعلن فيه المسيح عليه السلام عن قضية تنزله أنه لا ينزل بيصلح يكون جواب لرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لجبريل ما هو جبريل أيضا جبريل أيضا لا ينزل إلا بأوامر رباني وما نتنزل إلا بأمر ربك والمسيح عليه السلام لا يتنزل إلا بأمر الله فلذلك يعني لما يقولوا أنه هذا سبب نزول هذا لا يعني أنه المتكلم جبريل عليه السلام وإنما يعني أنه هذه الآية تصلح تصلح لإعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم فكرة أنه لا يكون تنزل لا يكون تنزل إلا بأمر الله سواء جبريل أو غير جبريل لكن بما أنه السياق له علاقة بمريم وعيس عليه السلام معناته هذا الإعلان اللي بعلنه عيسى عليه السلام يصلح جواب جبريل لمن للرسول صلى الله عليه وسلم يصلح زي ما أنت مثلا واحد يطلب منك أمر فترد عليه بآية يطلب منك أمر فترد عليه بإيش بآية فبيفهم الكلام يعني ممكن الإجابة بآية ولا مش ممكن حصل نعم إنه كثير بيستخدمه المسلمين أحيانا الردود ردودهم باستخدام آية كرآنية فلما فجأت هذه الآية لكن العبرة إيش إنه وين وضعت سياقها سياقها سورة مريم وقبلها بتكون الكلام عن انتهى الكلام عن عيسى لقدام شوية فكرة مش كثير آيات قليلة بتيجي هذه الآية فإذن هون في عندنا إذن إعلانات ثلاثة إعلان وهو في المهد إعلان وهو رسول إعلان قبل النزول وإنه النزول شو بحتاج؟ إذن نتنزل واحد ولا أكثر بأمر إحنا نقول إلا بإذن بأمر ورحمة آه آه وما نتنزل إلا بأمر بأمر ربك تمام؟ خلاص إذن الله حتى على فكرة هي طالما أنت قلت إذن وأمر إيش الفرق بينهم أصلا إيش الفرق بينهم